كأنه ترف أو مبالغ فائضة عن الحاجة لتهدر عشرة الملايين من الدولارات يومياً في بلد كالعراق يعاني نحو نصف شعبه من فقر مطقع وتجاوزت البطالة فيه الثلاثين في المئة قطاع النفط العراقي الذي يعد شريان رئيسي المغذية للموازنات المالية والذي يعتمد على إيراداته في تأمين النفقات التشغيلية الضرورية لديمومة الحياة في البلاد إلى أنه الأسوأ والأكثر فساداً ضمن قطاعات دولة ما بعد الاحتلال نتيجة هيمنة أحزاب متنفذة عليها اعتبرته ضرورة لها لغرض تأمين تمويلها وبقائها مع تنام الصراع مع شركائها على النفوذ والسطوة لجنة النفط النيابية أكدت أن شركة سومول النفط تهدير يومياً أكثر من تسعة ملايين دولار من أموال العراق عضو اللجنة بهاء الدين النوري قال إن أجوبة مدير شركة سومو علاء الياسري خلال جلسة استجوابه في البرلمان لم تكن مقنعة خصوصاً بما يتعلق في تعاقدات الشركة مع الشركات الأجنبية وبيعها النفط لها مؤكداً أن استمرار عمل الشركة بهذا المنوال يشكل خطراً على أموال العراق وآخر هذه التعاقدات ما كشفه عضو لجنة النفط والطاقة النيابية جمال المحمداوي في عقد الشركة العربية لنقل البترول والذي يتسبب بخسارة نحو 11 بليون دولار شهرياً بسبب خصومات في سعر منتوج زيت الوقود المصدر إذ تستورد الحكومة العراقية زيت الغاز بمبلغ 660 دولار لكل طن وتبيعه لهذه الشركة للشركة العربية لنقل البترول بمبلغ 340 دولار لكل طن وبخسارة تتحملها الموازنة العامة للبلد لصالح الشركة المذكورة ووسط هذه الأرقام المفضوحة والخسائر التي يتكبدها شعب العراق لتذهب في جيوب عصابة من الفاسدين طلب النائب كاظم الصياد بإعدام وزير النفط الأسبق حسين شهرستاني أمام الملأ بسبب حجم الفساد الذي اقترن بعقود الشركات الأجنبية وجولات التراخص التي صادق عليها مؤامرة وسرقات هدفها الاستلاء بشكل كامل على النفط العراقي ورهنه لمصالح ميليشيات وشخصيات باتت معروفة لجميع وأخيرها ما كشفه النائب صادق الصليطي عن عقد بين الشركة العربية وشركة ناقلات النفط العراقية يقضي برهن النفط العراقي لمدة عشرين عاما ما يعني أن العراق لا يمكنه إبرام أي عقود أخرى للمدة المذكورة في العقد وهذا باب آخر من أبواب السرقة المتواصلة لثروات العراق